ما سأل خير توقعات الحلقة الستة وعشرين من مسلسل جعفر العندا اللي خلصت النهاردة وجعفر شاف دلال وهي خارجة من المستشفى المستشفى دي اللي كان فيها بلال شامة واللي الممرضة قالت له استيتي دي كمان كانت لسه بتسأل على بلال شامة وطبعا كلنا شفنا ان استيتي دي كانت دلال وجعفر شافها والحلقة خلصت على كده ده غير ان استيتي صفصف والدت جعفر ان دلال عارفت مينين ان عيدة سقطت وسألته قالت له هو انت قلت لها قال لها لا محدش يعرف الموضوع ده غيري انا وانتي وقالت له كمان ان ودات حلفت وقالت انه مضربتش عايدة يعني الشك بتده يلف حوالين دلال ومش بس صفصف بس اللي بتدت تشوك في دلال ده كمان جعفر وطوقعات الحلقة الستة وعشرين ان جعفر هيحاول يلاعب دلال ومش هيقول لها ان هو شفى في المستشفى هيرقبها ويعرف كل تصرفتها وكل حركاته وكمان هيروح يقول لي صفصف اني هترقبها من تحت لتحت وايح كاية بلال شاما اللي هيرحت له ويفضل يسأل نفسه هو فعلا بلال شاما كان صادق لما قال ناس من اهل بيتك هما اللي خلوني اخطف ابنك وبلال شاما بقى اخدها من قصرة وهرب من المستشفى اصلها هيصدق شو ازاي وهيصدق دلال تاني ازاي لازم طبعا ان هو يأمن نفسه في ادماغ بلال شاما تلات اشخاص دلال اللي هو عايز يبتزها وياخد منها فلوس عشان طبعا السر بس المرة دي هيخلي باله اكتر من الاول شو ايه اللي راح له لحد عنده وقال له ان عايز اعرف الموضوع من اوله لاخره وديك مليون جنيه وجعفر العمدة اللي مستعد يتنازل عن كل صروته بس يعرف فين ابنه وهيفضل يفكر مين الشخص الاصلح اللي ياخد منه فلوس دلال بقى هتموت وتعرف فين بلال شاما راحت المستشفى وما لقتوش وعايزة تلحاقه قبل ما يعمل مصيبة وعايزة توصل لطريقه مش عارفة ولا عارف له عنوان بيت ولا عارف له اي حاجة هتتصل بسعد اللي خبط بلال شاما بالعربي وتقول له هو انت خبطت بلال شاما فين بالزبط هيقول لها على عنوان سيف هتروح المكان ده على اساس ان يتلاقي بلال شاما اصلا وتعرفش ان البيت ده بتاع سيف وراحت العنوان اللي سعدة قالها عليه واول ما خبطت سيف فتح الباب واول ما شافته تفاجئت طبعا وسألته قلت له هو بلال شاما سكن هنا سألته كمان اعلقته بي عايدة بقى حسة بالندم وفعلا حبت جعفر وعايزة ترجع له بس مش عارفة تعمل ايه وبنت خلتها تقول لها انت كنت عايزة فلوس وجات لك فلوس يعني جعفر المفروض ما يبقاش فرق معاك سعيدة حبته وعايزة ترجع له اول ما دخل جعفر من بعد الناس ما سقطوها ذكرت انه هو ايه اللي ستات دول انه ما يضربوها اما بقى جعفر هيتجاهل دلال تماما لحد ما يشوف هو وراها ايه ودي كانت اهم التوقعات للحلقة الستة وعشرين من مسلسل جعفر العمدة لحد دينا خلص الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الاشتراك في القناة تفعيل جرس التنبيهات مع السلامة